اشتركوا في القناة وجعل صحة بدنه وعقله سبباً لوجود الانتفاع والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اعتدل في الجسم والأخلاق والطباع وعلى آله وصحبه والأتباع أما بعد إخواني الكرام فنواصل إن شاء الله تعالى نعيد هذا الدرس الثاني بس الدرس الثاني بحول الله تعالى حول مفهوم الأخلاق بعدما تكلمنا عن مفهوم الأركان العناصر والأركان نتكلم بحول الله تعالى عن مفهوم الأخلاق والأمزجة فما هو مفهوم الأخلاق؟ وقبل أن نتطرق إلى مفهوم الأخلاق في الطب العربي القديم ما أجمل أن نمهد الطريق وذلك من خلال ما تعلمناه من أستاذنا محمد الدسوق حفظه الله في دورة الطب العربي إذ تعلمنا أن المسؤول عن استخلاص الأمزجة بجسم الإنسان هو الكبد فالغذاء الحار إذا دخل إلى الكبد يخرج من الكبد أو بإبارة أخرى نقول الغذاء الحار إذا دخل الكبد يحوله الكبد إلى سائل أصفر وذلك بعد عملية الهضم وهذا السائل الأصفر يغذي النسيج الطلائي والأغذية الرطبة بعد أن تدخل الكبد يحولها الكبد إلى سائل أبيض يغذي النسيج العصبي أما عند دخول الأغذية الباردة على الكبد يخرج أو يحوله الكبد إلى سائل أسود يغذي النسيج الضام وهذه السوائل الأربع هي التي تسمى في الطب العربي القديم بالأخلاط فذلك السائل الأصفر الذي نتجلنا من تحويل الكبد الغذاء الحار إليه هو الذي يسمى بالخلط الصفراوي وطبعه حار يابس وأما ذلك السائل الأحمر الذي أنتجه لنا الكبد من الغذاء الجاف فهو الذي يسمى في مفهوم الطب العربي القديم بالخلط الدموي أما السائل الأبيض الذي أنتجه الكبد من الغذاء الرقب فهو الذي يسمى بالخلط البلغمي أما ذلك السائل الأسود الذي خرج من الكبد أو الذي أنتجه الكبد من الغذاء البارد فهو الذي يسمى بالخلط السوداوي إذن الأخلاط في جسم الإنسان أربع أولا الخلط الصفراوي ثانيا الخلط الدموي ثالثا الخلط البلغمي رابعا الخلط السوداوي إخواني الكرام ومن ذلك كله نفهم أن الأخلاق تنتج الرطوبة سائلة ناتجة عن تحولات الأغذية من طرف الكبد بجسم الإنسان وإذا أردت أخي الحبيب بزيدا من البسط والإيضاح حول مسألة الأخلاق فلك ذلك إذ نقول والله المستعان وبأعليه التكلان أن أكبر عملية تحدث في جسم الإنسان هي تحويل المواد الموجودة في الأغذية التي يتناولها الإنسان إلى مواد حيوية تصلح لتغذية أعضائه وهي التي تسمى في الطب الحديث بعملية الأيض أو عملية الاستقلاب أو التي تبنى على الهدم والبناء نعم إذ تبدأ عملية تحويل الغذاء بهضم الأغذية في المعدة والأمعاء فتصعد الأبخرة إلى أعلى ويهبط الثافل إلى الأسفل وما يصلح لتغذية الأعضاء يسمى في الطب العربي القديم بالكيموس وأظن إخواني الكرام أنكم سمعتم بعبارة الكيموس فهناك فرق بين الكيموس والكيلوس فالكيموس هو الطعام المهضوم داخل جرم المعدة هو الطعام المهضوم داخل جرم المعدة فبعد أن يهضم هذا الطعام ينتقل إلى أن يصل إلى الأمعاء الدقيقة وهنا يتجمع ما يسمى بالكيلوس وبعد ذلك يسمى الكيلوس بعد أن يرحل وينتقل من المعدة ليصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة يتجمع هناك الطعام مرة أخرى بعد هضم مرة أخرى فيسمى الكيلوس إذن أخي الحبيب فرق بين الكيموس والكيلوس فهذا الكيموس قلنا الذي هو ناتج عن الطعام المهضوم داخل جرم المعدة أي داخل المعدة فهذا الكيموس تنقله العروق إلى الكبد الذي يحول جزء منه إلى دم وجزء منه إلى المرة الصفراء وجزء منه إلى المرة السوداء وجزء منه إلى بلغم نعم ولكل خلط من هذه الأخلاط طبيعة فخلط الدم حار رطب وخلط البلغم بارد الرطب وخلط المرة الصفراء حار جاف وخلط المرة السوداء بارد وجاف وهذه الأخلاط إما أن تكون جيدة وإما أن تكون رديئة فالجيدة هي التي تكون ضرورية للجسم وتصبح جزء منها والرديئة هي التي تبقى بلا فائدة ويفرزها الجسم ويفردها الجسم إلى الخارج ويتخلص منها بواسطة الغائط أو البول أو العرق أو المفرزات الأنفية وغيرها إخواني الكرام نتكلم بحول الله تعالى عن الخلط الدموي فما هو مزاج الخلط الدموي مزاج الخلط الدموي كما قلنا هو حار رطب وما هي علاماته الجواب من علاماته زيادة وإفراط في النوم صداع غلظ في العروق حميرار اللون ثقل في الرأس والإكتاف دائم التثاؤب بلد في الفكر إعياء في الجسم حكة مستمرة حميرار العيون ظهور الدمامل والخراريج والبثور وحصول الرعاف نازيب في اللثة وتغلب على إحلامه الدموية وأمراض الخلط الدموي ورم في الرأس ورم في الرأس والدمامل الرمد أو رامل نهات اللوز يعني النزلات أو التهاب أو رامل كبد المعدة المقعدة الطحال الكليتين المثانا وكل شيء يميل إلى الحمراء وسبب تكون الخلط الدموي السبب الفعلي هو الحرارة أي حرارة معتدلة والسبب المادي هو الأطعمة والأشرباء السبب الصوري وهو النضج أي نشاط كبيدي والسبب التمامي هو الحاجة أو حاجة البدن إلى الغذاء وإن شاء الله تعالى سوف نعيد شرح هذه المسائل بطريقة يعني مفصلة أكثر لأننا نحاول أن نتدرج ونتدرج في العلم فنعطي المسائل يعني بشيء من الإجمال وبعد ذلك نأتي وفنفصل كل نقطة من هذه بشيء من التفصيل وحتى يحصل لنا بعض الإلمام والفهم أكثر إن شاء الله تعالى إخواني الكرام إذن نتطرق كذلك إلى مفهوم مجمل ومختصر ما هو مفهوم الخلط الصفراوي والذي هو حار يبس أو نقول بعبارة أخرى ما هي علاماته فنقول صفرار في الجلد والعينين خشونة اللسان يبسل من خرين والانتعاش بالنسيم البارد شدة العطش سرعة التنفس ضعف الشهية غثيان ويرى في إحلامه اللون الأصفر والنيران هذه علامات صاحب الخلط الصفراوي أما صاحب الخلط الصفراوي فالأمراض التي قد تصيبه مثل الهثيان اختناق الرحم حمى الغب إسهال الدم والصداع والسعال وجع الأذن الشديد كذلك قروح المفاصل شقاق الأصابع الحصبة النملة وألام المفاصل كما قلنا وسبب تكون الخلط الصفراوي أولا السبب الفعلي هو حرارة معتدلة إلى نارية السبب المادي أطعمة وأشربة حارة وحلوة ودسمة السبب الصوري هو نضج مفرط وزيادة نشاط الكبد وتحليل المدخرات المدخرات سبب التمامي الحاجة أي حاجة البدن إلى التخلص من الفضول وتغذية الأعضاء وغسل الأمعاء أما الخلط السوداوي فمزاجه بارد يابس ومن علاماته كمودة اللون وسواد وزيادة الشواء إلى الطعام وحمودة الفم زيادة الأسواس والفكر لون البول يميل إلى الكمودة السوداء وتظهر عليه البقع السوداء في الوجه ويرى في إحلامه الأهوال والمخاوف أمراضه الثاليل الثعلبة الحزاز الجذام فساد الطعام في الجوف القولونج أو القولون كذلك العصبي النفخ في البطن البواسير الصداع الأرق الأورام الصلبة أمراض الطحال برد الكيلة حاص الكيلة المثانا النقرس سبب تكون الخلط السوداوي بالجسم أولا السبب الفيني وهو الحرارة حرارة مقصرة أي ضعيفة السبب المادي أطعم وأشرب غاليظة قليلة الرطوبة السبب الصوري وهو النضج ترسب ثافل وضعف عمليات تفكيك السموم وزيادة الأملاع السبب التمامي الحاجة حاجة بعض الأعضاء إلى السوداء للتخلص من الفضول أما الخلط البلغمي فمزاجه بارد رطب وعلامته البلغم بيض اللون كثرة الريق وسيلانه ولزوجته البلد والكسل النوم الكثير قلة الشاوى ضعف الهضم النسيان الجشاء الحامض بيض البول أحلامه تميل إلى الكوابيس ومشاهدة البحار والأنهار والمياه والثلوج أما أمراضه الأورام المترحلة الفالج الاسترخاء اللقوة الصداع الصداع البارد وجع الأذن وجع الكلا البارس برد الكلا انقطاع الشاوى وكذلك النسيان فالسبب الفعلي في تكون وإنشاء تكون الخلط البلغمي بالجسم حرارة مقصرة أي ضعيفة السببب المادي أطعم وأشرب غليظة وباردة السبب الصوري قصور نضج ضعف نشاط كبيدي السبب التمامي حاجة بعض الأعضاء إلى البلغم أخي الحبيب من خلال هذا كله نكون قد أعطينا شيئا من الإضاعي والبسط لمفهوم الأخلاط والأمزجة بجسم الإنسان فهذه الأخلاط الأربع هي التي تسمى في عصنا الحديث بالسوائل بالجسم وإذا أردنا أن نستطرد ونستزيد من البسط إن شاء الله تعالى فتابع إن شاء الله تعالى مزيدا من الكلام حول كذلك هذه الأمزجة فالكلام ذو شدون فنتكلم إن شاء الله تعالى عن معنى المزاج الحار ومعنى المزاج البارد وكذلك المزاج اليابس والراطب إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى ما سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن أنواع كل نوع كل خلط من هذه الأخلاط فالبلغم له خمسة أقسام وكذلك أقسام الخلط الصفراوي والخلط السوداوي وعلامات كل قسم من هذه الأقسام وتعريف ذلك ونولد إن شاء الله تعالى بعض أقوال وحكماء طب العربي مثل بن سينة وابن رشد وغيرهم إن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا